السؤال بعد كده بيقول أخويا بيشتم أمي والعياذ بالله استغفو الله العظيم أخويا بيشتم أمي وبيعلوا صوته عليها باستمرار وما بيحترمش أمي وأبويا نهائي بيالوا فترة كبيرة على الحال ده على الحال ده كله بيسبب لعبة على الموبايل إيه التصرف اللي نعمله معاه عشان يبطل مش قادرين نستحمل في الغالب لو كان المسألة وصلت إلى هذا الحد من الشتيمة ومن ده على طول بيكون بيشاور على الاضطراب النفسي يعني ده انت سألتني نعمل إيه بيسألتني إيه حكم اللي هو بيعمله اللي هو بيعمله ده ده بيشاور على الاضطراب النفسي فلو بتسألني هو محتاج أنه هو يعرض على بالمناسبة اللي هو فيه ده تنوع من أنواع الإدمان يعني ده إدمان اسمه إدمان الألعاب الألكترونية وهل ده بيعالج منه نعم بيعالج منه ففيه اضطراب نعم فيه اضطراب كونه وصل إلى أنه هو يشتم والدتك وكمان يعله صوته عليهم وما بيحترمش حد والكلام ده بيتماد فيه وبيزداد وبيزداد هو محتاج دعم نفسي وأنا ما أظنش أن اللعبة كانت هي السبب السبب التراكمات يعني اللعبة ليست هي السبب في الحال الذي وصل العلاقة ما بين أخوك وبين والديك إلى هذا الحال ليست سبب اللعبة اللعبة كاشفة ولكن المسألة السبب سابق فأنت لو بتسألني تعمل إيه أنا بنصحك أن احنا نساعد أخونا الكريم أنه هو يحصل على دعم نفسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تداوى وعباد الله فأنا متصور أنه إحنا لو عملنا ده إحنا نكون كده بنساعده وسؤال الخبراء اللي هم أهل الطب في هذا الحال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا